السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله متغير او ميكرون الجديد هل سوف تغلق الجزائر حدودها في اوروبا تشهد حالات الاصابة بالفيروس التاجيطفرة غير مسبوقة في الحالات في جنوب افريقيا ظهر نوع جديد من كوفيد 19 يسمى او ميكرون في مواجهة هذا الوضع المقلق هل ستغلق الجزائر حدودها اليوم اغلقت العديد من الدول الاوروبيات دون فرنسا التي تواجه بالفعل الموجة الخامسة من كوفيد 19 حدودها امام دول جنوب افريقيا بوتسوانا ناميبيا ليس تويسواتينيو موزامبيق زيمبابوي بسبب انتشار نوع جديد من كوفيد 19 في جنوب افريقيا علقت المغرب بالامس فقط جميع الرحلات الجوية من والى فرنسا ايضا بسبب زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا 19 في اوروبا ولكن ايضا في فرنسا حيث تم تحديد اكثر من 33000 حالة في مواجهة هذا الوضع ماذا ستفعل بالجزائر نحو فرض تصريح لقاح على المسافرين حتى اليوم لا تتطلب الجزائر سوى شرط دخول واحدا للمسافرين الاجانب وهو اختبار مستضد سلبي وفقا لمصادر قد تكون هناك حاجة الى شرط لراغبين في دخول البلاد في الواقع انه تصريح صحي يقال ان اللجنة العلمية اوسط بان تقدم السلطات بطاقة التطعيم للمسافرين من اوروبا مع الحفاظ على سريان اختبار المستضد عند الوص هذه الوثيقة التي تثبت التطعيم الكامل للمسافر هي خطوة منطقية لان اوروبا تواجه حاليا موجة خامسة اشتركوا في القناة